أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من شرح دروس مادة الحاسب الآلي للصف الثاني التجاري والفندقي الفصل الدراسي التالي أهلا بكم في قناة مصر للتعليم الفني هناخد كده كم دقيقة مراجعة على الحلقة اللي فاتت ونفكر بعد كده احنا اتعلمنا ايه من المهارات والمعارف اه اتكلمنا عن قاعدة البيانات وقلنا ان قاعدة البيانات دي هي عبارة عن بيانات بيتم تخزينها داخل تطبيق الاكسل ايه طبيعة البيانات دي اتكلمنا عنها وازاي بيتم ادخالها هنراجع سريعا كده على اهم النقاط اللي اتعرضنا ليها الحلقة اللي فاتت قلنا ان قاعدة البيانات عشان انشئ قاعدة البيانات لازم فيه كم سؤال لازم اسألهم لنفسي ويكون عندي الاجابة لهم اول سؤال قاعدة البيانات دي هتتكون من كم حقل ومن كم سجل ضروري جدا اعرف مكونات الحقول والسجلات اللي خاصة بقاعدة البيانات علشان اعمل اساس ليها صحيح وابتجي اسجل عليه بعد ما عرفت هي فيها كم حقل وكم سجل ابتجي افكر في السؤال الثاني انا هجيب البيانات دي منين ايه هو المصدر اللي انا هحصل عليه او اطلب منه البيانات اللي هسجلها فيه الحقول والسجلات ولازم يكون مصدر البيانات مصدر صحيح مصدر اصلي منبع البيانات اللي متسجلة فيه هذه الداتا تمام ليه؟ عشان قاعدة البيانات دي متشعبة وتبيرة جدا فلازم تكون بياناتها صحيحة لان لو انا خدت بيانات من مصدر خاطئ ده هيكون ليه اثر سلبي على قاعدة البيانات بتاعتي يبقى اول حاجة لازم اعرف هي البيانات دي هتسجل في كام حق وكام سجل تاني حاجة هشوف فين مصدر البيانات بتاعتي دي واشوف اكتر مصدر صحيح وابتدي اخد منه البيانات علشان اسجلها في الداتا بيز قاعدة البيانات بتاعتي على اكسل تالت حاجة لازم اسمي قاعدة البيانات دي لان انا بشغلي عندي اكتر من قاعدة بيانات فلو جيت ابحث مثلا عن قاعدة بيانات معينة تخص المخازم مثلا لو انا شغال في شركة او مؤسسة والطلب مني ان انا اعمل قاعدة بيانات لادارة المخازن لازم اسمي قاعدة البيانات دي اسمي يدل على محتواها هسميها قاعدة بيانات المخازن لو انا بعملها كل سنة اقول قاعدة بيانات المخازن سنة 2020 سنة اعمل قاعدة تانية سنة 2022 قاعدة تالتة سنة 2025 وعشرين وهكذا ليه علشان سهل علي ألاقيها بسهولة عشان ابتدي أشتغل فيها سواء أدخل بيان أحذف بيان أخذ إحصاء بيان إحصائي من على قاعدة البيانات دي فإسم قاعدة البيانات ده مهم جدا يسهل علي الرجوع ليها لو أنا مش مسميها إسم يدل على محتواها إلا هيحصل مش عارف أوصل لها إلا بعد ما أفتح كذا قاعدة بيانات أفتحها لا دي مش هي أم أفلاها أفتح واحدة تانية لا دا مش هي أم أفلاها فلازم يكون الإسم يدل على المحتوى هو ده ملوش علاقة بدقة البيانات الخاصة بالداتابيس ولكن له علاقة بتنظيم الوقت والجهد لما أجي أحتاجها وأخذ منها البيانات طيب إلا بعد كده بعد أنا محددت الاستجلات وحددت الحقول بتاعتي وابتديت خدت البيانات من المصدر الموصوق فيه وبتديت أسجل البيانات وبعدين سميت قاعدة البيانات بإسمي أدل على محتواها طيب بعد كده خلاص أنا شغلي جهز وتمام ودخلت البيانات بتاعتي وسميت القاعدة بإسم قاعدة البيانات الداتابيس بإسمي يدل على محتواها هبتدي بقى أسأل إيه المطلوب مني؟ هو إحنا بنعمل قاعدة البيانات دية مجرد إن إحنا بندخل بيانات وبنحفظها عندنا على ورك بوك؟ ولا أكيد بنجري عليها عمليات؟ بالتأكيد بنجري عليها عمليات؟ فهبتدي أسأل أنا عملت لكم قاعدة البيانات أنتم طالبين إيه؟ طالبين إحصائية؟ ولا طالبين بيان مفرد؟ ولا طالبين بيان لجزئية معينة؟ كل دي أسألة هسألها بعد ما خلص قاعدة البيانات بتاعتي لأن ربما الإدارات المختلفة اللي أنا بتعامل بيها هي ما تعرفش قاعدة البيانات دي إمكانياتها إيه؟ ما تعرفش قاعدة البيانات دي ممكن تساعدهم في إيه؟ ممكن يطلبوا بيانات شكلها إيه؟ فابتدي انا اعرف الادارات اللي معي ان قاعدة البيانات دي هساعدكم في شغلكم هتسهل لكم اتخاذ قراراتكم هتوفر لكم وقت وجهد هتعرفكم باستمرار الوضع الحالي والسابق للبيانات اللي انا مسجلها على الديتابيس بتاعتي فلازم امشر الاول في المكان اللي انا فيه ثقافة التعامل مع قاعدة البيانات علشان اذا ربما فيه اداريين لا يعلموا شيء عن قاعدة البيانات ما يعرفوش ممكن تساعدهم في ايه فانا اوضح لهم ايه هي المهام وفايدة قاعدة البيانات وهتساعدهم في اتخاذ قراراتهم ازاي واحنا هنشوف مع بعض في التدريبات العملية اللي هنحلها مع بعض ازاي قاعدة البيانات هتساعدنا في ان احنا نحصر اعداد ونحصر ارقام ونحصر بيانات ونبتجي نتعامل معي الجزئية التانية اللي حابة برضو اكد لكم عليها طالما قلنا قاعدة بيانات يبقى لازم نذكر اللي احنا اشتغلنا عليه الحلقة اللي فاتت الفورم ده اللي هو نموذج الادخال علشان انشق قاعدة بيانات صحيحة لازم اعمل فورم الفورم ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن نموذج من خلاله بقدر ان انا ادخل بيانات الحقول والسجلات اللي موجودة عندي على قاعدة البيانات ومن خلاله اقدر احذف بيان اضيف بيان اتحرك اوصل لبيان واحد بيان اتنين بيان تلاتة واعرف محتوياته ايه حاجات كتيرة جدا الفورم بيوفرهول وتمالي بحب اضرب مثال الفورم بشهدت الميلاد المميكنة شهدت الميلاد المميكنة اللي احنا بنروح نطلعها من السجل المدني دي عبارة عن نموذج ادخال فورم بتلاقي مكتوب ايه؟ اسم الاب اسم الام تاريخ الميلاد محل الاخرام كل جزئية من ديها هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن حقل عبارة عن حقل حقل الاسم حقل العنوان حقل اسم الاب حقل اسم الام طب والسجل ايه؟ السجل هو اسمك انت اسمك انت ببياناتك انت كلها اللي موجودة في شهادة الميلاد واحسن مثال زي ما قلتلكم للفورم هو شهادة الميلاد لو بصيت ارجع كده لشهادة الميلاد بتاعتك المميكنة اللي هي الالكترونية بصي فيها كده وحاول تعمل فورم زي اللي موجود في شهادة الميلاد بنفس الحقول ونفس السجلات الريكورد والفلد فلد يعني حقول ريكورد يعني سجل لو جينا ترجمناهم ب الاكسل اللي احنا اشتغلنا عليه في الترم الاولاني كنا بنقول ايه عمود وصف العمود بالنسبالي اللي هو ايه الفلد اللي هو الحقل طب وصف بالنسبالي اللي هو الريكورد السجل وبكده عملنا مراجعة سريعة على الحلقة اللي فاتت اه واباكد عليكم اعملوا فورم مرة واثنين وثلاثة لغاية ما تتأكدوا ان انتوا اتقنتوا استخدام الفورم طيب الحلقة دي بقى عندنا مهارات ومعارف جديدة هي متعلقة بقاعدة البيانات الجزئية اللي خاصة بقاعدة البيانات فيها مهارات ومعارف كتيرة احنا مجزئينها على اكتر من حلقة علشان الوقت يساعدنا ان احنا نتضرب على التدريبات العملية اللي بتثبت عندنا المعلومة يلا بينا نشوف معانا ايه النهاردة تعالوا نشوف تنسيق الجدول كقاعدة بيانات تنسيق الجدول كقاعدة بيانات يقول لنا ايه نشط التبويب هوم ومن المجموعة ستايل اضغط السهم الموجود بجوار الاداء فورمات اس تابل ثم اختر التنسيق المناسب بيقول لنا لما نعمل الخطوات دي هنلاحظ ايه ظهور اسمي بجانب اسماء الحقول حيث يمكنك استخدامها في عمليات الفرز والترتيب وفي هذه الحالة يتم التعامل مع الجدول كوحدة متماسكة يبقى اول ما هعمل الخطوات دي اللي هي تنسيق قاعدة البيانات هيظهر لأسهم بجانب اسماء الحقول من خلال الأسهم دي بقدر ان انا افتحها واستخدم عمليات الفرز والترتيب طيب تعالوا نشوف ازاي هنقدر ان احنا نستخدم الجزئية اللي خاصة بالتنسيق دي قاعدة بيانات جاهزة انا مجاهزاها كتبة اسماء طلبة وتاريخ ميلادهم والمحافظة وعنوانهم مرقم التليفون والشعب والسنة هاجي هنا من التبويب هوم ومن المجموعة ستايل هاختار فورمات تيبل فورمات اس تيبل هاضغط عليها بالشكل ده هاختار تنسيقات من التنسيقات اللي ظهرت قدامي دي اضغط عليك لك تشمال بالموس بيسألني بيقول لي هو ده المدى اللي انت عايز تعملي فيه التنسيق اهو شايفين حدد القاعدة البيانات اللي انا عامليها ببرواز ناشط بيدل على ان هي دي جزئية اللي انا هعمل فيها التنسيق شايفين البرواز اللي انا بشاور عليه ده طيب اهو حطتلي اهو المدى بتاعها مكتوب في الجدول قلت له اوكي بعد ما قلت له اوكي لحظت ايه لحظت ان بجانب كل عمود او كل فلد هلاقي ايه هلاقي فيه سهم اتنشق زي ما انا شايفة كده هو هكبر لكم عشان تشوفوا ايه دي السهم الصغير اللي اتنشق لو فتحت السهم ده هلاقي كل استجلات متسجلة فيه كل استجلات متسجلة فيه هذا الحقل اي واحد فيهم فتحت السهم عن الحقل بتاعه هلاقي استجلات كلها متسجلة زي ما احنا شايفين بالشكل ده السجلات مثلا زي ما هنفتح انه الشعبة السجلات اللي موجودة في الشعبة كل انواع الشعب اللي موجودة في المدرسة اللي انا عاملالها قاعدة البيانات دي يبقى تأكدنا من التنسيق اللي احنا عملناه من التبويب هم مجموعة ستايل اخترت فورمات استيبل وبعد كده هو لقيت انه هو عملي تنسيق لقاعدة البيانات بتاعش طيب تعالوا نعلق كده تعليق سريع على التمرين اللي شفنا مع بعض من شوية طبعا زي ما شفنا التمرين لازم الاول نسجل البيانات اللي خاصة بالداتابيس بتاعتي قاعدة البيانات انا في التمرين ده انا مسجلها جاهزة عشان ما تاخدش وقت معانا في الحلقة واحنا بندخل البيانات يبقى لو جينا راجعنا زي ما قلنا في بداية الحلقة عشان انافز قاعدة البيانات صح لازم الاول اجيب البيانات بتاعتي يبقى في التمرين اللي احنا حلنا ده البيانات بتاعتي كانت ايه كانت اسماء الطلبة اسماء الطلبة اللي في المدرسة اللي انا هعمل لها قاعدة بيانات مش اسميهم بس ده انا كمان جبت الشعبة بتاعتهم كمان جبت تاريخ ميلادهم كل البيانات اللي مطلوبة ان انا اعملها في قاعدة البيانات انا مدرسة الفندقية لان دول من الشعب اللي احنا شفناها دي مدرسة فندقية تمام بعد كده هو عايزة نصق اعمل تنسيق لقاعدة البيانات دي عشان اعرف استخرج منها جميع الداتا اللي انا عايزاها عملنا ايه من التبويب هوم ومن المجموعة اللي خاصة بالتنسيقات اخترت ايه فورمات استيبول فورمات استيبول دي حصل ايه كل الحقول اللي عندي اصبح فيه سهم صغير كده اتنشأ جنبها لما فتحت السهم ده لقيت فيه كل البيانات اللي خاصة بهذا الحق اللي احنا بنسميها سجلات وابتجي بقى اشوف هيتطلب مني ايه علشان استخرجه من هزي القاعدة طب يلا بينا نكمل الجزئية دي في تدريب عملي اخر عشان نشوف هنستفيد ازاي من قاعدة البيانات اللي احنا عملناها اول حاجة هنستفيد بيها من قاعدة البيانات حاجة اسمها الفرز والتصفية سورتينج اند فلترينج الفرز يعني سورتينج التنقية اسمها فلترينج المجميع الفرعية ساب توتلز الجداول المحورية باي بوتيبل هنتكلم دلوقتي في الجزئيتين الاولانيين دولا هنشوف عليهم تمرين في موضوع الفرز والتصفية اولا الفرز الفرز يعني سورتينج يعني ترتيب الفرز دو بيقول لي ايه مفهوم الفرز هو اعادة ترتيب السجلات اللي هي زي ما قلنا الصفوف تبعا لمحتويات حقل اللي هو عمود معين او اكتر ترتيبا تصعوديا او تنازليا وبيقول لي يتم الفرز تبعا او طبقا لمحتويات حقل معين او حقلين او تلاتة تعالوا نشوف الكلام ده يعني ايه موضوع الفرز او الترتيب بصوا معي عملية الفرز دي ان انا ببتدي اشوف البيانات اللي عندي واعمل لها عملية فرز يعني مثلا لو انا عمل قاعدة بيانات على طلبة مدرسة طلعوا 1000 طالب انا عايزة 1000 طالب دولا اقسمهم على فصول المدرسة فصول المدرسة مثلا ايه 20 فصل انا عندي 20 فصل او 25 فصل او 30 فصل عايزة اوزع عليهم 1000 طالب طيب هوزحهم ازاي عادة اللي بيمسق قاعدة البيانات اللي خاصة بتقسيم الطلبة على الفصول بيعمل قاعدة بيانات يبتدي اولا يسجل اسامة طلبة اللي هم 1000 طالب بعد كده عايزة اقسمهم اعمل ايه هقسمهم تقسيمة عشوائية ولا هبتدي اقسمهم طبقا لطريقة معينة هل ها اقسم فصول بنات لوحديها وفصول بنين لوحديها ولا اقسم فصول متفوقين وفصول متوسطين تحصيل وفصول طلبة محتاجين تحصيل اكبر وفيه بعض المدارس بتقسمهم ترتيب ابجادي طب ولنفرض مثلا ان انا هقسمهم ترتيب ابجادي يبقى محتاجة اعرف ايه محتاجة اسم الطالب بس علشان اعرف الخرف بتاعه ايه هاعمل فرز زي ما شفنا كده عملية الفرز واعمل لهم ترتيب يا اما تصاعدي يا اما تنازلي يا اما اخد من بداية من حرف الالف وبه تهسيه كده زي انا نازلة يا اما ابتدي ابجدهم من الحروف الاخيرة وعادة عشان ما نطلق بطش بنبتدي نرتب من الالف الى الي ده لو انا هقسمهم على حسب الحروف الابجادي واعمل لهم عملية فرز بالحروف الابجادي طب لو انا هقسم الالف طالب دول على التلاتين فصل دول حسب المجموعة يبقى انا محتاجة ايه يبقى انا محتاجة الحق للخاص بالمجموعة وابتدي ادي امر القادة البيانات رتبيلي المجميع دي ترتيب تصاعدي او ترتيب تنازلي زي ما انا عايزة وكمان الترتيب بنستفيد منه لما نيجي نطلع العشرة الاوائل في اي مدرسة ببتدي اعمل قاعدة البيانات اللي فيها مجميع الطلبة وبعد كده اعمل فرز بالمجموعة واخد اكبر عشر طلبة حصلين على اعلى مجموعة ظهروا لي في قاعدة البيانات قاعدة البيانات لها استخدمات كتير جدا واحنا بس ادينا مثال دلوقتي على طلبة في مدارس لا ده احنا بنستخدمها في جميع المجالات وبتساعد متخذ القرار انه هو يشوف قدامه الصورة الصحيحة والمؤشرات الصحيحة للارقام وللبيانات اللي خاصة بالمنشأة اللي هو عايز ياخد فيه قرار خاص بيها قرار هيترتب عليه اشياء عديدة تؤثر على مستقبل هذه المؤسسة فلازم يكون عارف ايه امكانيات وايه المهارات اللي موجودة في قاعدة البيانات دي اللي بتساعده انه هو يعمل عملية فرز بحيث انه هو ياخد النتيجة اللي هو فكر انه هو ياخد ياخدها ويتخذ عليها القرار بتاعه هنفهم اكتر لما نشوف تدريب عملي بس تتعالوا كده هو نكمل عملية الفرز دي عشان فيها حاجات مهمة جدا المقصود باستخدام بيانات حقل واحد انه توجد محتويات حقل واحد في الاعتبار عند اجراء عملية الفرز فمثلا لو كان الفرز تابعا لمحتويات حقل اسم الطالب فهذا يعني ترتيب سجلات قاعدة البيانات وفق مجيئها ابجديا وحسب نوع الفرز المطلوب تصعدي او تنازلي طيب الفرز التصعدي اللي احنا بنسميه ascending من الصغير للكبير يبقى ascending برتب من الصغير للكبير يعني الحروف من الالف للياء يبقى ascending من الالف للياء لو انا اخترت ascending هلقى ايه رتب لي من الالف للياء بنسميه الصغير للكبير طيب لو انا كتبى بيانات in english يبقى من ال a الى الز برضو من الرقم الصغير الى الرقم الكبير طيب عكس بقى ascending descending descending يعني ترتيب تنازلي من الاكبر الى الاصغر من الياء الى الالف او من الزد الى ال a يبقى عرفنا الفرق بين ascending و descending ascending من الصغير للكبير وال descending من الكبير للصغير طيب الفرز تبعا لمحتويات حق تعالوا نشوف تدريب كده بيقول ايه في التدريب السابق اللي احنا حلناه من شوية لخاص بأسامي الطلبة الفندقيين في المدرسة الفندقية في التدريب السابق طلبت منك ادارة المدرسة اعادة ترتيب السجلات تصاعديا تصاعديا تبعا لاسم الطالب تصاعديا تبعا لاسم الطالب تعالوا بقى نشوف ادي التمرين اهو معنا تعالوا كده هو نشوف خطوات الحل ايه ده التمرين كتبناها اهو عشان يبقى جاهز نشوف المطلوب طلبت منك ادارة المدرسة اعادة ترتيب السجلات تصاعديا تبعا لاسم الطالب طيب فين اسم الطالب ادي الحقل اللي خاص باسم الطالب اللي هو حقل الاسم تمام كده هاجي عند التبويب data وقوم رايحة عند المجموعة صورة عند filter واختار من الايه للزد ولا من الزد للايه هو طالب تصاعديا يبقى هاختار الترتيب اللي هيخليه للاسمي تصاعدي اللي هي من الايه الى الزد لو انا جيت ضغط على الترتيب اللي خاص من الزد للايه عمل ايه جاب لي الحرف الاخير في الاول وجاب لي الحروف الاولى في الاخر ده الترتيب اللي من ايه من الزد للايه من الزد للايه تمام طيب لو انا جيت قلت من الايه للزد يبقى حرف الالف جيه في الاول واخر حرف اللي هو حرف اللي هيخ عندي في الاسمي اللي قدامي جيه فين في الاخر يبقى عندي من الايه للزد ومن الزد للايه حسب المطلوب ان انا اعمله واحنا زي ما شفنا قبل كده هو ان احنا قلنا الاسسنديج من الايه للزد يبقى ده ترتيب ايه ترتيب تصاعدي انما العكس من الزد للايه ده ترتيب تنازلي طيب شفنا مع بعض التمرين وشفنا مع بعض ازاي قدرنا ان احنا على حسب حقل معين اللي هو حقل الاسم قدرنا ازاي ان احنا نرتب قادة البيانات بتاعتنا يا اما ترتيب تصاعدي يا اما ترتيب تنازلي حسب الاختيار اللي احنا اخترناه من التبويب داتا ومن المجموعة فلتر اند سورتنج اللي هي الفرز والترتيب ولقيت عندي فيها اتنين ايكون واحدة ترتيب من الايه تزد واحدة ترتيب من الزد تول ايه اختار الاختيار اللي مطلوب مني في ايه في السؤال اللي خاص بالتمرين طيب يلا فينا نشوف معانا ايه تاني في تدريب منزلي عايزاكوا تحاولوا ان انتوا تحلوه التدريب بيقول ايه التدريب السابق اللي احنا شوفناه مع بعض دو قاعد ترتيب السجلات تنازليا تبعا لتاريخ ميلاد الطالب طب تعالوا افهمكم كده التمرين دو هو نفس الطريقة بتاعت التمرين السابق ولكن في التمرين اللي احنا خلناه مع بعض احنا عملنا ترتيب ايه حسب ايه حسب الاسم المراضي عايزي الترتيب حسب تاريخ الميلاد هغير الحقل بدل ما انا كنت مختارة الحقل اللي خاص بالاسم وانا كنت محدده لا ده انا المراضي هحدد الحقل اللي خاص بتاريخ الميلاد ونفس الخطوات هتتبحها وهلاقي النتيجة ظهرت صحيحة 100% ده التدريب المنزلي عايزاكو تحلوه وان شاء الله هيدعم المعلومة اكتر معكم يلا بينا نشوف تمرين تاني الفرز تبعا لمحتويات حقلين او اكثر التدريب بيقول لي ايه طلبت منك ادارة المدرسة اعادة ترتيب السجلات تصعودية تبقى لمحتويات حقل الشعبة ثم اسم الطالب حقل الشعبة ثم اسم الطالب طيب تعالوا كده نشرح التمرين كده قبل ما نحله نشرح المطلوب في التمرين اللي احنا حلنا مع بعض والتمرين اللي احنا قلنا تدريب منزلي كان طالب مننا الترتيب تبقى لمحتويات حقل واحد يا اما الاسم يا اما التاريخ طب ايه ده هو انا ممكن اعمل فرز وترتيب تبقى ليه حقلين مع بعض مش حقل واحد قال لي اه ينفع طبعا يعني ممكن اردت بتبع الاسم وتاريخ الميلاد اه طبعا ينفع ممكن اردت بتبع الشعبة وحقل الشعبة وحقل الاسم مع بعض اه طبعا ينفع طيب تعالوا بينا نشوف هنطبق المعلومة دية ازاي يلا بينا اجي التمرين معنا اهو احنا كتبين البيانات جهزة وطلبت منك ادارة المدرسة اعادة ترتيب السجلات تصاعديا طبقا لمحتويات حقل اه الشعبة ثم اسم الطالب طيب اول حاجة هفتح التابويب ديتا وبعد كده هروح عند المجموعة سورت اند فالتي وهختار الايكون اللي خاصة بالسورت دية اللي انا ضغطت عليها قدامكم هيظهر لي صندوق حواري او نافذة حوارية بيقول لي انت عايزة ترتبي العمود الاولاني ايه والله يقول له انا عايزة العمود الاولاني الشعبة بفتح السهم كده واختار كلمة شعبة سورت اون فيليو اه قيمة ايوة هي قيمة طب انت عايزة ترتبي من الايه للزد ولا من الزد للايه اشوف التمرين بتاعي طالب ايه طالب تصاعديا تصاعديا تبقى لحقل الشعبة يبقى تصاعدي لحقل الشعبة اللي انا اخترتها اد فاليو اخترت الترتيب التاني اللي هو اسم الطالب هفتح السهم ده واختار اسم الطالب اهوا اول حاجة هلاقيها بعد المسلسل اخترت اسم الطالب وتأكد ان انا اخترت في العمود الاول الشعبة في الترتيب الاولاني الشعبة وان اخترت الترتيب من الايه للزد وان في سورت اون اختار فاليو لازم تكون هي ده الاختيار عشان نتيجة تكون صح واقول اوكي هاجة بص هنا بالنسبة للشعبة شايفين الشعبة اللي بتبتدي بحروف حرف القهجة في الاول وحرف الميم جيبه عاديها طيب انا عندي اتنين طلبة في شعبة خدمات سياحية الطالب فؤاد هو والطالب التاني ده الطالب فؤاد والطالب التاني صبري جاب فؤاد الاول لان حرف الفيه قبل حرف الصاد وجاب حرف الصاد بعدي وهكذا عمل كده في شعبة المطبخ وعمل كده في شعبة المطبخ يبقى انا دلوقتي رتبت تصعديا وفقا لحق للشعبة وحاقي اسم الطالب طيب تعالوا كده هو نشوف التمرين اللي احنا حلناه مع بعض دو ازاي احنا جمعنا ما بين الترتيب لحقلين مع بعض حقلين مع بعض الحقلين دولة هم في التمرين حقل الشعبة وحقل اسم الطالب بس لما بيكون عايزة اعمل فرز وترتيب فلتر اند سورتنج لأكثر من حقل مش باختار الايكون اللي خاصة من الايه للزد او من الزد للايه لا باختار الايكون الرباعية اللي جنبها اللي هي برضو هتعمل لي ترتيب ولكن لحقلين ولما بغتح هذه الايكون بيطلع لي صندوق حواري من خلاله ببتدي احدد الحقل اللي انا عايزة اعمله الترتيب واتأكد ان الاختيار التاني اللي هو فيليوم تم اختياره وبعد كده اقول له انا عايزة الفرز من الزد للايه ولا من الايه للزد الاختيارات دي هي موجودة مجرد ان انا اختار كليكة شمال بالموس عالية بعد ما خلصت الحقل الاولاني ابتدي اختار بيانات الحقل التاني في نفس النافذة الحوارية اللي مفتوحة قدامي وابتدي اختار كل البيانات اللي انا عايزاها زي ما قلنا في الترتيب الاولاني هعمل كده برضو ايه في الترتيب التاني واول ما قلته اوكي هلاقي المطلوب تنفس وفعلا تم الترتيب وفقا لحقلين وليس حقل واحد طب يلا بينا نشوف معنا ايه تاني في تدريب معنا بيقول ايه في التدريب السابق قعد ترتيب السجلات تبعا للإسم تصاعديا والمحافظة تنازليا الإسم تصاعدي والمحافظة تنازلي تعالوا بقى نشوف التمرين ده هنحله مع بعض ازاي قعد ترتيب السجلات تبعا للإسم تصاعدي والمحافظة تنازليا خلي بالنا ان هنا في حقل هيبقى عكس التاني التمرين اللي فات كان الحقلين زي بعض يبقى اول حاجة زي ما احنا عارفين هعمل ايه روح للتبويب data مجموعة sort and filtering باختار sort الايكون اللي خاصة بالsort فهلاقي حددلي قاعدة البيانات بتاعتي اهي هاجي عند اول حقل اللي هو عندي في التمرين اللي هو الاسم هفتح اول كولوم اختار الاسم اللي هو تاني حاجة بعد المسلسل بعد كده هو الترتيب بقى هو عايز الاسم ايه تصاعدي عايز ترتيب الاسم تصاعدي يبقى هاختار من ايه من الايه للزد ولا من الزد للايه اختار من الايه للزد طيب هاجي هشوف العمود التاني هو عايزه اللي هو المحابزة اختارت المحابزة عايز الترتيب ايه تنازلي يبقى تنازلي من الزد للايه واول اوكي طيب تعالوا شوف بقى هو عمل ايه هو عايز الاسم تصاعدي هو جاب لي الاسم تصاعدي اهو جاب حرف الالف الاول تمام وبقيت الحروف الابجدية بعديه المحافزة ابتدى بمحافزة باني سويف مع الاسم الاولاني بحرف الالف باني سويف اختارها اول واحدة علشان حرف البيه في الاول بعد كده جاب المحافزات تبعا لترتبهم ايه الابجد زي ما احنا شايفين بالشكل ده ونفس الحكاية اسماء الطلبة اللي ايه موجودين زي ما احنا شايفين بالشكل ده شايفين ايه الاسم هو اصاده المحافزة بنفس ترتيب الابجد اللي احنا قلنا عليه طيب تعالوا كده هو نشوف كده التمرين ده يختلف ايه عن التمرينين اللي احنا خلناهم قبل كده اول تمرين خلناه احنا اه رتبنا صورت اندفيلتين اه حسب محتويات حق واحد تاني تمرين رتبنا تبعا لمحتويات حق لين والاتنين كان نفس الترتيب تصعودي التمرين رقم ثلاثة رتبنا تبقا لمحتويات حق لين ولكن حق لتصعودي والحق لتاني رتبناه تنازلي وبكده احنا نوعنا في التمرين علشان اي تمرين تشوفه وتشوفه المطلوب وتفكر فيه كويس تبتدي تعرف تحله ازاي يلا بينا نشوف معنا ايه تاني ثانيا تصفية السجلات اللي هي فلترينج ايه هو مفهوم التصفية مفهوم التصفية اللي هي اختيار حق لمعين يتم من خلال عرض السجلات اللي هي الصفوف التي تتطابق مع شروط او معايير يتم تحددها ويطلق عليها احيانا تنقية او استعلام او ترشيح اه احنا شرحنا يعني ايه سورتينج اللي هو الترتيب التصفية احنا شفنا معناها وهسابكوا تدوروا على مفهومها اكتر اه وان شاء الله في الحلقة الجاية هنبتدي نتطرق لها بالتفصيل ونحل تدريبات على التصفية زي ما اه حلينا التدريبات عن الفيلتينج اللي هي الترتيب والسورتينج فرز والتصفية الاتنين مرتبطين ببعضيهم وزي ما شفنا ثلاث انواع من التدريبات اللي شفناها اللي خاصة بالترتيب اللي هو السورتينج هنشوف بالحلقة الجاية التصفية اللي هي الفيلتر وهنشوف ازاي هنعملها وهنتعرض لتمرينات كتيرة علشان هي فيها معلومات جميلة هتفيدنا في الحياة العملية اعزائي الطلبة وطالبات التعليم الفني سعدت بوجودي معكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله